مش كل الناس اللي بينتقدون قصدين يكسرون على فكرة ده فيه ناس اللي بينتقدون جزاهم الله خيرا وعلى فكرة كتب من الناس اللي بينتقدون حتى لو كان عندهم حد يعني نوم من أنواع الحدة في الانتقاد في كتب من الأحيان بيبقوا عايزين مصلحتنا وعايزين خيرنا ففيه ناس هي دي طريقة تعبيرهم عن الحب فإذا كانوا هو يواجهونا بالحب فإحنا بنخاف من حبهم ده هم مش يقدروا يستمروا معنا في الحب مش معنى كده أن احنا بنقول لناس كتروا من انتقاد الناس لكن بنقول لهم لازم احنا نكون فاهمين ده في ناس من كتر حبها ليك عايزك أفضل حد فبيشورو لك على الحاجة اللي تخليك أحسن إنسان وفي ناس طبعهم باحثين عن المثالية الكمال فعينهم دايما بتقعش على الأشياء اللي فيها خطأ اللي بترصدها وزاك دولة حضرة النبي علمهم عشان عارف أن الأثر السلبي لهذا الانتقاد على ناس بتخفن الانتقاد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله يحسن الحسن ويتجاوز عند غير ذلك فالناس اللي عندهم ما بتقعش غير النقص أصعب نقول لهم بلاش راعوا خواطر إخوانكم بس أنا كمان أبقى فاهم إن الشخص ده مش لازم يكون بيأزيني ده بيعمل إيه؟ ده بيساعدني وعشان كده في ناس من كتر جلدهم وتقطموا من نفسهم التقطيم ده بيوصل في إيه؟ بيوصل بشكل كبير جدا جدا إن هو يهلكهم فيقطموا في الناس من غير وعي وهم في الحقيقة مش قصدين إن هم يأزون بس بيقطموا في الناس بيقطموا الناس ويجعون في ألبوم ويخلي ألبوم شاي الهم كبير في مقابلته من واحد يقابل واحد من دول وفي ناس أصحاب خبر على فكرة في الحياة لما بينتقدوا فكرتك ما بيكونش ده عشان يهدمك لكن عشان يفتحوا لك باب جديد إنك تشوف الحياة والأشياء بشكل مختلف وأوسع فبلاش نخاف من الانتقاد ويخليه يهجوم من الناس عليك وإن أنت لوحدك والناس كلها بتنتقدك فتحس إن أنت شخصية هشة وكل اللي رايح واللي جاي أنتقدك ولا يخليك تمثل شخصية تانية مش شخصياتك على الحقيقة ولا يخليك تنسحب كل الأفكار والمشاريع التي بنعيشها لازم يكون واضح جدا جدا إن هي مليانة بركة ووسع وربنا سبحانه وتعالى سعر الحياتنا ولو أصحابنا وقفوا عند خوفهم من الانتقاد ما كانوش أبدا حسوا بالقيم الإضافية ولا حسوا بوسع الحياة وعاشوا في سعادة لما رضيوا وحسوا إن هم دخلوا وسع الله سبحانه وتعالى لما سعوا إلى مراد الله ورضاه فساعتها بيحسوا إن ربنا أقمهم في حضراتي وعشان كده بلس تخسر نفسك بخوفك من الانتقاد لأن خوفك من الانتقاد ممكن يستمر معاك ويفسد أشياء كثيرة في مجدانك وأنت ما تعرفاش وفعد كده ما تعرفش تتغير مرة تانية وعشان كده الناس كتير من أحبابنا لما كبروا في العمر كان من أهم من أكتر الأشياء اللي ندموا عليها إن هم حسوا إن هم ضيعوا عمرهم بسبب الخوف من الانتقاد فأنت لازم تنتبه عشان نساعد بعض على إن احنا ننتبه بقى ونخرج من مسألة الخوف من الانتقاد دي أول حاجة إجراء مهم لازم نعمله جدا لما تيجي تعبر عن نفسك أو مشاعرك أو فكرة من أفكارك وتحس بالخوف افتكر إن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك وبيمدك وبيدعمك كل أنه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة فاشتغل فأنت مدعوم من الله ما توقفش وما تخافش من الانتقاد لأن اللي ينتقدك ده هو ممكن يكون هو اللي محتاج يرى جمال الله أو اللي بينتقدك ده ممكن يكون رسول من الله عشان يدعمك مش عشان يكسرك ويخذلك فأنت لازم تتعود على ده تاني حاجة إحنا ممكن نعملها خليك رحيم على نفسك ورحيم على الناس لأنك أنت لقى تنتقد نفسك والناس كمان ما تنتقدهمش وتستمر في بنامج لتطوير زي دك دايما فاللي عيجي يقولك أنا والله بنتقدك في جزعة بصت لقى نفسك ما أنا شغالة على اللي أنت بتقول عليه ده لأن أنت بتتعلم وبإيه وبتحس من نفسك طول الوقت ترجمة نانسي قنقر